موسيقى وراء كل عالم أوروبي تجد علما مسلما هو الذي أخذ منه أفكار ويعترف أحد المستشراقين الأسبان أن العرب لم يغزوا أسبانيا فقيل له كيف هذا قال لقد أنقذوا بلادي من بربرية العصور الوسطى وقاتوا بمشعل الحضار إن فكرة السولار سيستم النظام الشمسي أقام بها ابن الشاطر الدمشي وقام بالسطو عليها كوبارنيكوس الذي طالع مؤلفات ابن الشاطر بعد أن ترجمت إلى اللاتيني سنكتشف أن المسلمين أقاموا الجامعات قبل السربون وكمبرج وأكسفورد حياكم الله مشاهدينا إلى بودكاست خبايا التاريخ لنكشف فيه الكثير من القصص من حضارتنا وتاريخنا الجميل والعريق ونقف من خلالها على الكثير من الحداث والملامح والقصص المخفية واللي لم تظهر أو تذكر وبنناقشها مع ضيوف متخصصين حتى نستوضح وياهم الكثير من الحقائق في هذه الحلقة من برنامجنا بناخذكم في جولة على الحضارة الإسلامية وإسهاماتها العلمية اللي أنارت مسيرة العلوم شرقا وغربا ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف ويانا الأستاذ الدكتور محمد مؤنس أحمد عوض حمد الأستاذ بقسم التاريخ والحضارة الإسلامية في كلية الأداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة دكتور محمد أهلا وسهلا بك في بودكاست خبايا التاريخ أهلا بحضرتك أهلا وسهلا طبعا بداية دكتور دعنا نتكلم عن أهمية الاطلاع ودراسة الباحثين في مادة علم التاريخ التاريخ هو الحياة والتاريخ علم وفن لأنه قائم على منهجية بحث من أجل الاقتراب من حقيقة تاريخية وفن لأنه قائم على الخيال فيسترد المؤرخ أحداث الماضي فتصبح واقعا حيا وكأنها حدثت أمام ناظري والتاريخ مدرسة كبرى وبالفعل البشرية تحرص على أن يكون لها تاريخ وتستفيد من حركة التاريخ ولا بد من الاطلاع على المصادر المعاصرة وكتابات أكاديمية لمؤرخين يمتلكون أدوات البحث من أجل أن يقتربوا من الحقيقة التاريخية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ودائما نقول أن التاريخ لم يقل بعد كلماته الأخيرة ولن يقولها وهنا سبب حيوياته كعلم وفن وبالتالي لا بد من الاطلاع على مصادر معاصرة لمؤرخين معاصرين أو اقتربوا من صناع الحدث التاريخي وتتعدد المصادر بين كتب متعددة في جوانب مختلفة ولا بد من الاطلاع على مؤلفات في كافة المجالات وليس التاريخ فقط لأن التاريخ أبو العلوم فلا نقتصر على الكتب التي تسمى تاريخ كذا وإنما تتسع رؤيتنا للاقتراب من الحدث التاريخي طيب دكتور هناك كتب تاريخ كثيرة جدا كيف لنا انتقاء المصادر من المؤرخين المعاصرين لحقبة معينة كل مرحلة تاريخية لها من المؤرخين من سجل أحداثها سواء مؤرخ رسمي أو مؤرخ غير رسمي وهناك عبارة دائما تقال وهي أن أفضل مصدر لكتابة التاريخ ما لم يكتب بقصد التاريخ فمن الممكن لخطاب أرسله من شخص إلى والدته في بلد آخر هذا المصدر مصدر تاريخي فيه العفوية وفيه التلقائية وفيه عدم تعمد كتابة التاريخ وطبعا بالنسبة للمسلمين المسلمون وصلوا إلى درجة كبيرة من التأليف المتعدد المتنوع هناك حوالي خمسين مجال من مجالات كتابة تاريخية والمستشرك الألماني العظيم مستنفيلد أحصى حوالي أربعة تلاف مؤرخ من المؤرخين في كافة المراحل ما يسمى بالأسر الوسطى فبالتالي على القارئ أن يعود إلى هذه المصادر للاستزادة منها والاقتراب مما حدث فعلا طيب دكتور أنا كقارئ عادي كيف استطيع أن أميز كتب أو بعض كتب التاريخ المزيفة أو اللي لها مصداقية هناك كتب مؤرخون أكاديميون ومحترفون لديهم أدوات البحث التاريخي ولديهم القدرة على التعامل مع المصادر المتعددة ويغربلون الروايات ولديهم البحث النقدي في روايات متعددة ويعملون على الاقتراب مما حدث فعلا فإذا وجدت وصيقة عبارة عن رسالة من أسير مثلا في سجون الصليبيين إلى أهله في مصر ووردت ضمن وصائق الجنزة وتمت قراءتها هذه الرسالة رسالة تلقائية دون أن ننكر أن هناك مؤرخين رسميين اقتربوا من صناع الأحداث امتلكوا الوسائق وكانوا شهود عيان على الأحداث التاريخية وهناك مصادر متعددة للتاريخ هناك كتب الرحلات المصادر الجغرافية هناك دواوين الشعر هناك الآثار النقوش النقود فهناك مصادر متعددة فالتاريخ أبو العلوم فلا نكتفي بما يمكن وصفه أنه مصدر تاريخي نمت تتسع الرؤية بشكل كبير للاقتراب من الحقيقة التاريخية عشان تكون هاي رسائل دكتور تكون أكثر موثوقية بحكم أنها يعني دائما نقول أن أفضل مصدر لكتاب التاريخ ما لم يكتب بقصد التاريخ فأحيانا أن يكون رسالة عادية أو عملة من العملات تم تدولها يعني مثلا الدينار العباسي كان يسمى ميديفل دولار وتم اكتشاف أن نير عباسية تم سكاها في بغداد واكتشفت في السويد فكيف انتقلت من قرر إلى قرر أخرى بسبب التجارة وأن زيت التجارة أضاء مصباح الحضارة وكانت دينار العباسي عملة موثوق فيها بشكل كبير بحكم الاقتصاد القوي فالعملة المصدر المصدر التاريخ النقوش مصدر الآثار الشعر المصدر الجغرافية كتب الرحلات كل هذا يعمق أدوات المؤرخ كي يقتر من الحقيقة التاريخية ولا يكتفي بمصدر واحد من المصادر هذه نقطة مهمة للغاية نعم دكتور كيف كانت العصور الوسطى بين الشرق في قمة ازدهارها وأوروبا في ظلامها الدامس في ذلك الوقت وكيف استمدوا العلم من دون خجل أو نسبوا جزء إليهم ومن هم من المستشرقين الذين نسبوه إلينا كاملا الواقع أن فكرة عصور الظلام فكرة غير صحيحة بالنسبة لأوروبا يعني أن المؤرخين الذين أعقبوا بالإمبيريوم رومانون باللاتينية أو الرومان إمبير اعتقدوا أن الغزوات الجرمانية كانت وبالا على أوروبا حيث تمكن إدواكر من دخول رومر عام 476 فاعتبروا أن بعد هذا عصور ظلام حتى شارلز أومن له كتاب عنوانز دارك إيجز أوروبا شهدت عدة نهضات مثال ذلك مثلا نهض الجوستينيان جوستينيان هذا إمبراطور بيزنطي حدثت في عهد نهضة ووجدت هناك قوانين متعددة بشكل كبير وهناك نهضة شارلمان كارولوس ماجلوس كارل الكبير اللي من عالمها بوترس البيزي بولس الشماس إنهارت ثم قمت نهضات العصور الوسطى النهضة قرن الثاني عشر وهذه نهضة فارقة كبيرة وهناك دراسة الهاسكنز دراسة ممتازة عن هذه النهضة فلا نستطيع أن نقول أن أوروبا كانت تعيش عصور الظلام لكن مقارنة بالحضارة الإسلامية في الوقت الذي كان فيه هارون رشيد في بغداد خليفة عظيم وطبعا هو من المظلومين في التاريخ الأسف الشديد وفصور تصويرا سيئا في الأربية النصف في ألف ليلة وليلة لكنه كان الرجل عظيما يغزي ويحج وأول من حجم الخلفاء ماشين كانت بغداد فيها بيت الحكمة وحركة ترجمة رائعة ويأتي إليها التجار وطلاب العلم وكان شارليمان هذا فيه آخن في ألمانيا يعني بالكاد يكتب اسمه حتى إنهارت في فيتا كارولي حياة كارل يقول هذا الكلام فكان هناك فارق شاسع بين حضارة الإسلام وأوروبا رسوله وفيما بعد سوف تكون هناك معابر تعبر عليها الحضارة الإسلامية إلى أوروبا فتتقدم أوروبا بفضل اتصالها بالمسلمين من خلال الأندلس سمانية قرون سقلية وجنوب إيطاليا قارنين الحروب السلبية كروسيدز بالإنجليزية كروازاد بالفرنسية كروزيج بالألمانية مدى قارنين بالإضافة إلى البلقان وحركة الترجمة والتجارة كل هذا سوف ينقل أوروبا نقلة كبيرة بفضل الحضارة الإسلامية التي هي الشمس التي أضاءت العالم يا سلام عليك دكتور هنا بس خلينا نتحدث عن الحضارة الإسلامية تعريف الحضارة الإسلامية والأسس والخصائص في سطور بشكل بسيط وسلس دكتور هناك حوالي 132 تعريف للحضارة وأيصرها أن كل إنجاز مادية ومعنى للبشرية يوصف بالنوع حضارة الحضارة الإسلامية هي تلك الحضارة التي بدأت مع الإسلام والرسول العسل السلام هو رسول الحضارة وبدأت الحضارة الإسلامية مع إقرأ هذه الكلمة الفارقة في تاريخ الأديان وهي تتكوى من أربعة أحرف وهذه الكلمة فعلا أنا أعتبرها كلمة السر الإلهية ففضلها الله سبحانه وتعالى بأولوية تنزيلها على كل كلمات القرآن والقراءة نوعا الكون قراءة هناك الكون المقرؤ القرآن الكريم والكون المنظور العالم بأسره ولأول وآخر مرة في التاريخ تقوم حضارة على نص إله إعجازي لا يتبدل ولا يتغير في سور القرآن الكريم والرسول عليه السلام هو أول متحضر بالحضارة الإسلامية فهذه نقطة مهمة للغاية أما أسس الحضارة الإسلامية القرآن الكريم السيرة النبوية العطرة اللغة العربية الشعوب المفتوحة العناصر الأجنبية إلى آخر هذه العناصر أما خصائصها فهي حضارة قائمة على نص إعجازي في سور القرآن الكريم وغير قابلة لأن يقضى عليها هناك حضارات سادة ثم بادت أما الحضارة الإسلامية فغير قابلة للانقراض بفضل القرآن الكريم حضارة إنسانية من الإنسان وإلى الإنسان هذه حقيقة مهمة حضارة متسامحة لم يتم تطهير عرقي ظلت هناك المدن التي دخلها المسلمون مثل القدس والإسكندرية ودمشق ما هي وأقاموا ألف مدينة إسلامية واعترف المؤرخ الفرنسي جوستاف لبان بأنه لم يعرف التاريخ فاتحين متسامحين مثل المسلمين ثم أنها حضارة الكل لأن الجميع شارك فيها من مسلمين ومسيعين ويهود بشكل رائع للغاية دل لأنها حضارة تملك فكرة الحوار لأن التاريخ حوار الحضارات ثم أنها حضارة قادرة على مواجهة التحديات وجهت تحديات كثيرة مثل الغزو الصليبي على مدى قرنين 12 و13 والغزو المغول ورغم هذا ظلت صامدة ولم يتم القضاء عليها وهي مستمرة إلى يوم القيام وبالتالي لها خصائص تميزها عن أي تحضارة سابقة أو لاحق ويكفي أن أول متحضر بها هو محمد عيسى السلام الذي نملك تاريخاً لحظياً عنه طبعاً العلوم المتعددة لدى الحضارة الإسلامية بحث المسلمون في كافة مجالات العلوم وصولاً إلى لا إله إلا الله فالعلم في الإسلام ليس من أجل السيطرة على الآخر كما هو في عصرنا أو التفوق العنصري وإنما العلم وصولاً إلى الله اتقوا الله ويعلمكم الله فتجد أن كافة العلوم كان هدفها إثبات الوحدانية وإثبات أن هذا العلم وسيلة إلى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى فبحثوا في كل العلوم تناولوا علم الأجنة تناولوا الأمراض النفسية والعصبية بحثوا في الفلك العالم الفلكي توصل أن هذا الكون وراءه قوة إلهية طبيب الذي ولد امرأة حامل منذ لحظات ووجد طفلاً بين يديه يعرف كيف يرضع من سادي أمه وما رأى من قبل قال لا إله إلا الله يبكي ويصرخ لأنه لا يعرف لغة يقوم بإخراج الفضلات لأنه احتبست تحصل مشاكل فالجميع بحث في كل مجال توصل إلى فهي حضارة مؤمنة طيب دكتور أنت ذكرت أن المسلمين دخلوا بعض البلدان مسالمين ومسلمين كيف يروج الآن الكثير من الروايات تقول أن المسلمين دخلوا فاتحين بالسيوف الواقع أنها فريا وأكزوبة رددها الغرب الجيوش الإسلامية قدمت من أجل إسقاط أنظمة الحكم الجائرة التي حكمت الشعوب بالحديد والنار كما يقال وهذه الشعوب كانت فعلاً الفتوحات الإسلامية إنقاذاً له وبالنسبة لمصر وقف أقباط مصر مع الفاتحين العرب ودلوهم على عورات البلاد بنصوص عربية مؤكدة بل يحنى النقيوسي بنفسه وهو مصدر مؤرق قبط معاصر لهذه الأحداث أشار إلى هذا ثم أن الفاتحين العرب كان معهم البديل الحضاري في سورة القرآن الكريم واللغة العربية ولهذا حدثت أعجب حركات التاريخ كما يقول اتش جي ويلز في كتابه فقال بعد مائة عام من رحيل رسول الإسلام انتشر الإسلام بشكل عجيب من الصين شرقياً إلى أندلوس غرباً شاملاً ثلاث قرات وبالتالي الشعوب التي تم توسع فيها أقبلت على الإسلام إقبالاً رائعاً لأن الفتوحات كانت فتوحات حضارية ولم تكن للسلب والنهب كما تصور البعض ولم يحدث تطهير عرقي ظلت عناصر مسيحية وعناصر يهودية إلى الآن بالملايين في ديار الإسلام واستمرت هناك المعابد اليهودية والكنائس المسيحية وهناك الشبشة كتاب الديارات ومد الدير في ياقود الحوم معجم البلدان فالإسلام دين متحاور مع الآخر ولم يحدث أي تطهير عرقي ضد العناصر الغير مسلمة وفكرة أن الإسلام انتشر حد السيف أكذوبة كبرى بل في منديس بل المسيحية من يدرس عهد شارليمان كارولوس ماجنوس نجد أنه قام بمذابح ضد عناصر السكسونك كي يكبرهم على تناقل مسيحية فهذه الفكرة فكرة خاطئة للغاية الإسلام دين الإنقاذ المسلمون لم يحدث مع الفتوحات تدمير للمدن كانت هناك حروب دفاعية وكانت هناك ضوابط للحروب في الإسلام عدم الاقتراب من المدنيين الأطفال النساء الرهبان الشيوخ إنما حرب عسكر ضد عسكر وكانت هناك قواعد تتفوق على معادل جينيفر الرابعة التي لا ينفذ منها أي شيء في هذا العصر الذي يلاحظ جميع كيف يتم إهدار القوانين الدولية هذا الكلام الجميل دكتور سنتحدث عنه بإسهاب بعد هذا الفاصل أشكرك مشاهدين فاصل ثم نواصل فابقوا معنا حيكم الله مشاهدين الكرام مرة أخرى ونرحب بكها دكتور مرة أخرى طبعا دكتور بالتعريج على الأندلس التي لا بد لنا من ذكرها هل الأندلس كانت المعبر الحضاري البارز؟ الواقع أن المسلمين مكسوا في الأندلس ويعترف أحد المستشرقين الأسبان أن العرب لم يغزوا أسبانيا فقيل له كيف هذا قال لقد أنقذوا بلادي من بربرية العصر الوسطى وأتوا بمشعل الحضار وقيمة الأندلس أنها على الأرض الأوروبية ومثلت قدرة على الحوار مع الآخر لأن التاريخ كما قلت التاريخ هو حوار الحضارات لستور إيدياليوك ديسبليسيون وعندما نبحث في كتاب بالينسيا هستوريا ديلا لتراتورة أربيجو إسبانولا تاريخ الأدب العرب الأندلسي نجد آلاف العلماء والباحثين الذين ظهروا في الأندلس بالإضافة إلى المقر نفح الطيب وابن بسام الزخيرة في محاسن أهل جزيرة في كافة المجالات بشكل غير عادي وكان هناك علماء مسلمون وعلماء مسيحيون وعلماء يهود فقدمت الأندلس تجربة غير مسبوقة في الحوار مع الآخر وحتى عندما حدث هناك تناحر وظهور ملوك الطواف كان هناك التنافس العلمي شكل كبير للغاية وكان الطبيب الإيطالي أو الألماني أو الفرنسي كي يشتهر كان عليه أن يدرس اللينجواء رابيكا اللغة العربية ويتقنها ويذهب إلى أندلس كي يتم عمل اختبار له ويذهب إلى أبو القاسم الزهراوي أعظم جراح في الأصول الوسطى صاحب موسوعة التصريف من عجز التاليف كي يتشرف بأن يدرس تحت يديه كي يحصل على إجازة منه ويذهب إلى أوروبا يقول أنا درست على يد الزهراوي يعني الإعتماد كنا نعطيه للغربيين ويؤكد الباحثون أن فعلا السمانية قرون كانت قرون إزدهار غير عادي وفي كافة المجالات في الطب في الفلسفة بشكل موسوعي خاصة أن من صفات العلماء المسلمين الموسوعية فخرجوا خارج جزئية التخص فنجد أنهم ألفوا في مجالات متعددة بكفاءة واحدة لا تزال تحيرنا كباحثين مع وجود طبعا مؤثرات من الأندلس إلى فرنسا لأن جبال البارانس التي كانت تفصل جغرافيا بين أسبانيا وفرنسا كان هناك دروب فعبر من خلالها المسلمين عبر من خلالها المسلمون ونجد أن معركة تور أو بواتية أو بلاط الشهداء حيث هزم المسلمون على يد شارل مارتل من أسرة في ميرو فنجية سبعمائة اثنين وتلاتين إلا أنهم فيما بعد استمرت المؤثرات الحضارية بشكل كبير فأثر الأندلس على فرنسا ومنها الباقي أوروبا فالاستمرارية هذه دفعت البحثين لدراسة هذا المعبر العجيب ولا تزال اللغة الأسبانية فيها الكثير المفردات العربية وأنا أدعو حضارات المشاهدين لتأمل التناقض الحضاري بين ضفايا المتوسط فعندما دخل المسلمون الأندلس أقاموا القصور والحضائق الغناء وهناك مسجد كورتوبا وهناك حضائق غناء وازدخار العلوم بشكل كبير وقصر الحمراء في غرناطة بينما عندما قدم الصليبيون إلى الشارك الكروسيدرز أقاموا سرونجوهولز فورسس كاسلز قلعا وحصونا مما دل أنهم قدموا كغزاء فالتناقض بين ضفايا المتوسط يختصر المسافة التاريخية ويبين أننا عندما ذهبنا إليهم ذهبنا بحضارة وعندما أتوا إلينا لم يكونوا على حضارة واستشهد بما ذكره المؤرخ الإنجليزي الشهير سير ستيف رونانسمن صاحب الكتاب العمدة باللغة الإنجليزية الذي وصف الحرب الصلبية أنها آخر الغزوات المتباربرة فبالفعل الأندلس كانت تمثل مرحلة رائعة وهناك كتابات كثيرة حتى مراجع حديثة العلامة حسين مؤنس هذا راهب تاريخ الأندلس اللي في مؤلفات عظيمة عن الأندلس فبالفعل يستطيع أي مشاهد فاضل بالإضافة إلى مواد المتعددة عن علماء الأندلس في الإنسابيرديو في السلام دائرة المعارف الإسلامية وحتى داريس الفلسفة لابد من أن يمروا على ابن مصرة في مجال التصوف وكذلك في الفلسفة ابن روج الذي وصف بأنه الشارح الأعظم لمؤلفات أرستو فبالفعل الأندلس قيمتها أنها كانت على الأرض الأوروبي واستمرارها ثمانية قرون وطبعا خرج المسلمون منها بسبب انقسامهم وتصرعهم مع بعضهم البعض لكن بعد أن تركوا علامة فارقة في تاريخ أوروبا وقدموا رسالة للتسامح والتحضر فيما بعد عندما تمكن الأسبان من إخراج المسلمين قدموا رسالة تعصب وتم إحرق مئات الألاف من المخطوطات واضطهاد عناصر المسلمين الذين بقوا في الأندلس من المخطوطات الإسلامية دكتور نعم بالشكل جيد بينما طبعا من المعروف لا توجد أمة اهتمت بالكتاب تأليفا ونسخا وترجمة وحفظا مثل الإسلام المأمون العباسي كان يزن كتاب المترجم زهبا بينما أوروبا في العصور الوسطى كانت تحارب التأليف وتحارب أي علم وظلت الكنيسة مسيطرة على العقول بالشكل كبير إلى أن حدث تغير ضخمة مع نشأة الجامعات حيث ظهرت جامعة السيربون التي أسسها روبرد السيربون وظهرت براءة ملكية في عد في ليب أغسس الذي حكم 1180-1223 فتغيرت أوروبا بشكل كبير خاصة بعد أن عادت من بعثتها من الشرق نعتبر مرحلة العرب الصلبية تينيك بوينت نقطة تحاول فارقة في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى هنا دكتور نحن دائما ما نسمع مصطلح العصور الوسطى ما هي العصور الوسطى وما هي خصائصه وهل تاريخ الأندلس يعتبر من ضمن العصور الوسطى؟ الواقع أن كلمة العصور الوسطى كلمة أكاديمية وهي لا تنطبق على الواقع التاريخ التقسيم السلاسي للتاريخ القديم ووسيط وحديث ينسب إلى سيلاريوس الذي توفي عام 1907 واستمر عدد كبير من المورخين في التمسك به لكن الواقع أن التاريخ كله معصر فالإنسان الذي ظلمناه وقلنا أنه إنسان بدائي كان معصرا العصري ونحن نتاج هذا الإنسان الذي كان معصرا العصري بنفس أدواته فجزئية العصور الوسطى هذه فكرة عمليا وواقعيا غير صحيحة لأن التاريخ نهر لا يمكن أن نقسم النهر وجيناتنا تلاحقنا يعني مثال بسيط لماذا العراقيون يمتازون في القانون لأن منهم حامورابي أعظم قانون في التاريخ القديم ولماذا يمتازون في الأدب لأن منهم الغاحز والمتنبي ولماذا زهى حديد مهندسة عبقرية لأنهم أقاموا حضاء إجبابي للمعلق فمعنى هذا أن التاريخ الجينات متواصلة مستمرة ففكرة تقسيم التاريخ إلى أقسام فكرة غير صحيحة ويدخل المؤرخون في جادة العقيم بداية عصر ونهاية عصر ويقولون مثلا العصور الوسطى في ربا من 476 حيث تمكن إدواكر الجرماني من إسقاط روما ويقولون أنها انتهت في 1553-1492 هذا جدل عقيم التاريخ نهر علينا أن لا نقسم تقسيمات اعتسافية وأذكر حضراتكم أن من أعظم إنجازات المسلمين ما حدث فيه ما يتوهم أنه عصر وسطى حركة الترجمة إقامة ألف مدينة إسلامية إجاد تجربة فريدة للحوار مع الآخر حضارة أشركت على العالم حضارة حضارة الكل فبالفعل كانت إنجازات عظيمة يفتقدوها المسلمون الآن لأسف الشديد نتيجة ظروف تاريخية وتقصير وعدم قراءة الكلمة الأولى الحقيقية العظيمة من نهر القرآن الكريم كلمة اقرأ هذه نقطة مهمة للغاية فعندما أدركوا الرسالة الحضارية تقدمه طيب خلينا نرجع للحوار الشيق عن الحضارة الإسلامية دكتور يعني براي كيف قدم الإسلام نفسه كدين لأوروبا وأنت تقول طبعا أنه لم يكن بالسيف قدم الإسلام نفسه لأوروبا من خلال فكرة التسامح الإسلام دين وسطي دين يعترف بالآخر القرآن الكريم أنصف مريم العزراء الإسلام يحترم موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام والرسول كان يقول أخي عيسى أخي موسى فتم احترام كافة الأديان ولابد المسلم أن يحترم الأديان الأخرى هذه نقطة مهمة فعندما تعامل غير المسلمين بالمسلمين واحتكوا بهم ووجدوا أن المسلم داعية التاجر المسلم يعني حتى لو ابتعدنا عن أوروبا من الذي أدخل الإسلام إلى الفلبين وماليزيا هذه مناطق نرد على من قال الإسلام انطرش بعد السيف أن الإسلام موصل لمناطق لم تدخلها جيوش في فاتح المسلمين والإسلام الآن الديانة الأسرع في العالم حتى وصفها وصفه العلامة حسين مؤنس النهدين الطيار ويملك قدرات عن انتشار بشكل غير عادي بل من المستحيل عمليا إحصاء عدد المسلمين في العالم لأن كل يوم الألاف يعتنكونه جهرا وسرا بشكل واضح للغاية فقدم الإسلام نفسه من خلال التعامل مع الآخر ومن خلال أنه حضارة وقدمل من أجل إيقاظ أوروبا التي كانت في ثبات عميق الإسلام جعل أوروبا تنطلق انطلاق كبير الغاية وتكتشف نفسها من خلال العلاقات بين الشرق الغرب بالرلاقات بين الأيست والأيست أو ريلاسيون أنتر أوريان اكسدان بين المناج طيب دكتور طبعاً أكيد بين كل مرحلة هناك ما بين منبهر ما بين حاقد أيضاً كيف كان موقف الغرب من الحضارة الإسلامية بازدهارها ما بين منبهرين أو حاقدين الحضارة الإسلامية واجهت تحديات وأكبر تحدي كان من خلال الحروب الصليبية الحروب الصليبية هي حملات عسكرية من جانب الغرب الأوروبي ضد المسلمين في بلاد الشام ومصر وهي في الواقع تعبر عن أزمة الحضارة الأوروبية التي لم تتمكن من الحوار مع الآخر فكانت الحرب ونحن نعلم جيداً أن المسيحي ديانا مسالمة في الإنجيل من لطمك على خدك الأيمن قدر له خدك الأيسر لكن تم تحريب المسيحية من خلال أباء الكنيسة بالذات القديس أغسطين صعب كتاب دي سي فيتات دي أو دي كي فيتات دي باللاتينية أي مدينة الرب فقال بفكرة الحرب العادلة فتم تحريب المسيحية وتم مهاجمة المسلمين في عقر دارهم بتبريرات غير منطقية وبالتالي حدثت حروب الصليبية طبعاً هناك من كان يقره الإسلام ويعاديه بشكل كبير وهذا ما أنا ألاحظه في الكروسيدر كرونيكلز الحواليات الصليبية بالذات الحملة الأول لكن بعد أن استقر الصليبيون في المنطقة بدأ الفكرة تتضح ويعطي أن هناك محمد عليه الصلاة والسلام وأن الإسلام دي دين يعني لديه رسالة سماوية جميلة مثل كتابات بور كاردف منتسيون وهو رحالة ألماني كان معاصرنا قرن الثالث عشر الميلادي فالصورة تغيرت فهناك من كان على عداء مع الإسلام والصورة تحسنت حتى في العصر الحديث هناك من المستشقين المتعصبين وهناك من قدر الإسلام مثل أن ماري الشمال المستشق الألماني العظيم لاته في 2003 وصاحب كتاب دير إسلام أي الإسلام بالألمانية وكتاب مورجن لاند أند أمد لاند بالألمانية حياة الشرق الغربية فقالت لا تلوموني في حب سيد المدينة منورة إذ أن محمدا تعرض لأكبر عملية إغتيال أدب وهجوم لم تحدث لأي إنسان واعترفت أن الإسلاموفوبيا سببها سوء الفهم المتعمد من جانب الغرب تجاه الإسلام بينما الإسلام حضارة الإسلام محبة الإسلام تسامح الإسلام حوار وعماع الأخ هناك محمد أسد صاحب كتاب الطريق إلى مكة هناك مراد هوفمن صاحب كتاب دير إسلام الإسلام كبديل وكتاب يوميات ألماني مسلم هناك جارودي يعني فعلا هناك من درس الإسلام وأدرك أنه رسالة سماوية وأنه فعلا الإسلام حضارة يعني أكثر تعبير عجباني من مؤلفات العلامة حسين مؤنس الإسلام حضار فهذه هي الزاوية التي أردت أن أقولها دكتور هل تقبل المستشرقين؟ المستشرقين طبعا في نقطة مهمة يعني خصوصا دكتور طبعا وحنا صغار كان يقولون أن المستشرقين أكثر كتبهم تزوير كذب مؤلفات مؤلفات فيها أشياء يعني غير صحيحة أشكر حضارة علينا ألا نضع المستشرقين كلهم في سلة واحد هناك فريق اتجه إلى تحقيق المخطوطات وهناك من فقد بصره من كسرة عشق المخطوطات واستنفيذ الألماني الذي بلغت نشراته حوالي 300 إصدار والذي حقق يقوت الحمو معجم البلدان والقزوين عجائب المخلوقات وغراءب الموجودات وإصار البلاد وأخبار العباد وعمل جداول التواريخ الهجرية والبلادية وهناك كارل بروكلمن صاحب جيشتر الربش الليتراتور تاريخ الأدب العربي هناك من عمل على تحقيق المخطوطات وهناك من ألف عن الإسلام المتعصب نرفضه ونرد عليه لكن لا نرفض كل شيء هناك من المستشرقين الاسترانش صاحب بلستان عند الإسلام فقد بصره من كسرة المخطوطات كله تكاهن فقد بصره نفس القضية هناك كراشكوفيسكي عامد الاستشاق الروسي صعب تاريخ الأدب الجغرافي العربي الذي ترجمه المترجم السودان العظيم صلاح الدين هاشم هذا له كتاب مع المخطوطات العربية تاريخ الأدب الجغرافي العربي وترجم معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية وفي الآخر اعطانك الإسلام فعلينا ألا نضعهم جميعا في سلة واحد بل نما نذكر من خدم الإسلام لأن هناك من خدم الإسلام خدمات لم يقم بها المسلمين أنفسه الحقيقة دكتور حديثك شيق ولا يمل شكرا جزيلا دعونا نكمل لمشاهدين حديثنا عن نظم الحضارة الإسلامية بعد هذا الفاصل طبعا دكتور خلينا نتكلم بإسهاب أكبر ما هي نظم الحضارة الإسلامية وكيف وضعت أو وضعت كأسس درست في جامعات العالم بأسره الحضارة الإسلامية حضارة عظيمة وزعم الغرب أن النظم الإسلامية مأخوذة من الحضارتين البيزنطية والفارسية وهذا كلام غير صحيح بالفعل المسلمون استفادوا من الآخر لأن الإسلام يملك خاصية الدسكورس أو حوار مع الآخر فالدووين مثلا استفاد عمر بن الخطاب هذا العبقري من النظم الفارسية بإقامة الدووين أي الوزارات وهذا لا يعيب المسلمين ولكن الحضارة الإسلامية لها طابعها الخاص وزعم الغرب أن المحتسب وظيفة الحزبة ووظيفة إسلامية قائمة على الأمر المعروف نعم مأخوذة من وظيفة والي المدينة البيزنطية هذا كلام غير صحيح النظم الإسلامية مرتبطة بالإسلام ارتباطا وصيقا وفي تقدير المتواضع أن الرسول عسى السلام هو أول من وضع النظم الإسلامية فهو القاضي الأول والمحتسب الأول والمجاهد الأول وله الأولوية الأولى في الإسلام دون أن ينزعه أحد إلى يوم القيامة فوجدت نظم السياسية مثل الخلافة والوزارة وغير ذلك وهناك نظم قضائية مثل القضاء والنظر في المظالم والحزبة وغير ذلك وكذلك الشرطة فمجموعة النظم الإسلامية تؤكد أن الإسلام حضارة وفهمت أحيانا من جانب الغرب فهما خاطئا فتم تصوير المحتسب أنه يقيد الحرية الشخصية إطلاقا أنه يحافظ على المدينة الإسلامية يحافظ على الأخلاق الإسلامية وهذه الوظائف أو النظم تعبير عن روح الإسلام وهناك مؤلفات عديدة تؤكد هذه النقطة وعندما قدم الصليبيون الغزاء إلى بلاد الشام أبقى عن نظم الإسلامية قائمة كما هي ولو درسنا النظم التعليمية سنكتشف أن المسلمين أقاموا الجامعات قبل السربون وكامبرج وأكسفورد فتمة الفهرية التي أقامت جامعة عظيمة في فاس جامعة قروين في فاس وهناك جامعة في الأزهر فعرفنا نحن النظم التعليمية فكانت هناك الكتاتيب التي يجتمع فيها الصبي الصغار من الزكور والناس لحفظ القرآن الكريم وتعليم مبادئ الحساب واللغة العربية وكان معلم الصبياني يراقب عمله محتسب ويدعوه إلى إدراك الفروق الفردية بين الأطفال وكناك المساجد حيث وجدت حلقات الدرس ثم بعد هذا المدارس ولدينا النعيمي الدارس في تاريخ المدارس وكذلك عزيدي بن شداد الحلبي في كتابه الماتع الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشم والجزيرة وقد توفي 1285 ميلادية ووجد هناك المعيد الذي يعيد ما قاله الشيخ على الطلاب وهناك الشيوخ وكان هناك الرحلة لطلب العلم ففي كافة الأماكن أقام المسلمون المدارس وحلقات الدرس وكان يتم السعي لطلب العلم والرحلة لطلب العلم ومثال بسيط ابن عساكر المؤرخ الدمشق العظيم صاحب أكبر كتاب أولف عن مدينة في الإسلام تاريخ مدينة دمشق الذي وقعه في 800 جزء جمعه في 8 مجلد وظل يقول لي فيه عشر سنوات وبلغ شيوه ألفين شيخ وشيخة فطف أنحاء المشر كي يتعلم فهذه نقطة مهمة فالنظم التعليمية الإسلامية كانت هي الحقيقية السابقة على النظم الأوروبية فاتخذ الأوروبيون وظيفة المعيد والفول بروفيسور بل نظام كريدت آورز الساعات المعتمدة نظام إسلامي أن الطالب يختار أستاذه الذي يدرس معه فهذه نقطة مهمة المسلمون علموا أوروبا كل شيء أوروبا استفادت من المسلمين استفادة كبيرة وهذه نظم تدل على أن الإسلام حضارة وبالنسبة للقضاء طيب إذا كان الأوروبيين يستفيدون من المسلمين والإسلام دكتور لماذا يخفون سواء الكتب أو المؤلفات القديمة وهكذا يعني أنا أفهم أن يخفون يخفون فضل الإسلام بسبب عقد تاريخية هم صنعوها في أزهانهم بسبب المركزية الأوروبية التي لا ترى في المرآة إلا نفسها بسبب رؤية عنصرية تفوق الغرب وهذا كلام غير صحيح نحن علمناه يكفي أن أقول لحضرتك أن كارل بروكلمن مستشرك الألماني الكبير صاحب جشاش تلعبش الليتراتورية تخلق الأدب العربي حاصل على الدكتوراه في تأثير الطابري في تاريخ بن أسير المؤرخ العراقي العظيم فاخر المدرسة العراقية التي توفي 1231 ميلادي فهم يدرسوننا وحاصلوا على الدكتوراه في العلماء المسلمين الذين بحسوا ونقبوا وقدموا إسهامات فارقة في تاريخ العلوم فهم ينكرون الشمس الساطعة هذه مشكلاتهم هم لكن مع هذا يعني مثال بسيط ابن الشاطر الدمشقي هذا الفلك العظيم هو الذي توصل إلى السولر سيستم النظام الشمسي وبالتالي عارض ما ذكره بطل ميوس القلوازي في كتابه الماجستي فيما بعد كوبرنيكوس العالم البولندي سوف يكون بالسطو على كتابات ابن الشاطر ويؤلف كتابه ثورة في الأفلاك الساموية الذي أهده للبابا وتصور الغرب أن كوبرنيكوس هو عبقري إلى أن في عام ألسف سبعين أتى عالم ألماني عظيم هو ديفيد كينج ففجر مفاجأة في أحد المؤتمرات العلمية وقال أن فكرة السولر سيستم النظام الشمسي أقام بها ابن الشاطر الدمشقي وقام بالسطو عليها كوبرنيكوس الذي طالع مؤلفات ابن الشاطر بعد أن ترجمت إلى اللاتيني وبصراحة وعن قناعة ما يسمى بالنهضة الأوروبية الحديثة التي كانت في أواخر قنة الخامس عشر هي نهضة إسلامية مغطاة بثوب عربي ومثال واضح لوحة الموناليزا اللاجاكوند الموجودة في مدحف اللوبر بفرنسا التي ينبهر بها العالم بحكم الماجيج السمايل في موناليزا ابتسامة السحيرة التي تتجه يمينة إذا ما تتجهت إليها أو يسارا السبب ليس في عبقرية لورندا هو طبعا لورندا منشع عبقرية إيطالي ولكن السبب هذا أنه طالع كتاب الحاسم من هيسم أمير النور كتابه المناظر لترجم بتاعت العلون الأوبتيكا الذي تناول عناصر الدوء والخداع البصري واستفاد منه في عمل هذه اللوحة وراء كل عالم أوروبي تجد عالما مسلما هو الذي أخذ منه أفكار ابن الراصد العثماني هو توصل أطاقة البخار قبل جيمس واط الدورة الدموية في الرأتين ليست من إنتاج وليام هارف إنما ابن النفيس صاحب موسوعة الشامل وقص على هذا الكثير والكثير فهذه نقطة مهمة للغاية طيب في حديثنا عن الاقتصاد دكتور كيف كان شكل النظم الاقتصادية المحرمات في الإسلام كالرباء الجبايات وغيرها الإسلام يؤمن بالتكافل الاجتماعي وبالتوازن بين الطبقات إن الأغنياء يتصدقون وأن هناك الزكاة التي هي حق معلوم للسائل والمحروم هذه نقطة مهمة فالإسلام فعلا يؤمن بالتكافل الاجتماعي والتوازن لا يؤمن بفكرة صراع الطبقات إطلاقا هذه نقطة مهمة للغاية فعلينا إدراك هذه الجوانب الرئيسية التي تبين أن الإسلام رؤية شمولية كاملة ومن القضايا الخطيرة أن البعض يتصور أن المسلمين هم الإسلام لا أحد حج على الإسلام إذا رأيت المسلمين في حال التخلف وضعف وابتعادهم عن الإسلام هم لا يمثلون الإسلام الإسلام نعرف أنه الدين السمح المتوازن الذي لديه رؤية شاملة في جن الإسلام دين 24 ساعة طيب الدكتور عن النظم الحربية تأسيس الجيش في النظام الإسلامي هل استفادت أوروبا من هذه النظم الإسلامية سواء اقتصادية أو حتى مثلا سياسية الواقع أن جيوش الإسلام جيوش حضرية الحرب في الإسلام حرب حضرية واستجهد بما قاله مالك الشعراء وليس أميرهم أحمد شوكي حيث قال في ماتح خير البرية الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء فهناك ضوابط للحرب في الإسلام الجيوش الإسلامية التي قدمت من أجل تحرير الشعوب الخضعة للاستعمار البيزنطي أو الفارسي ووجدت هناك تشكيلات متعددة للحروب في الإسلام وهناك عناصر مختلفة هناك آلات للحرب ما يتطفق مع هذا العصر من سيوف ومنجنيقات ودبابات وغير ذلك ويكفي المسلمين وجود عباقرة مثل خالد من الوليد سيف الله المسلول الذي لا تزال تدرس معاركه في كليات الحرب في العالم وهناك صلاح الدين أيوبي بطل معركة حطيم الذي قاد المسلمين لانتصار غير مزبوك في 4 يوليو 1887 أدى إلى فتح بيت المغض السنين أكتوبر 1887 فبالفعل هناك قاد عظام إذا افتخر الغرب بنابليون بونابرد نقول هذا قائد فرنسي صنعته الدعاية الفرنسية دون أن نصطدم مع الحضر هو قائد فرنسي محدود وفتك بعشرات الألاف من شباب فرنسا في معارك في النهاية أدت إلى حتى الفرنسا وانتهت حياته أزليلا أسيرا في سنته لانا بينما القيادات الإسلامية قدمت رمزا رائعا لأن الحرب كانت مرتبطة بالسلم عندما داخل صلاح الدين أيوبي بيت المقدس محررا لم يرد قطر قطر الدماء الصليبية واحدة وافتدى من جايب الخاص الصليبين لدرجة أنهم انبهروا به فناسجوا عنه أسطورة تسمى لجند أف صالدين حتى أن مارجريت جوب البحثة الغربية حصلت على الدكتوراه في أسطور الصلاح الدين هذه نقطة عمر بن العاص الفستات عقبة بن نافع القيروان وهكذا فمعنى هذا أنهم ما كانوا فاتح حرب فقط فاتح حضارة وهذه النقطة الحقية جميل جميل دكتور ولكن تعقيبا على كلامك كيف برزت هذه النظم سواء الاقتصادية أو حتى السياسية في ظل الخلافات أيام الرسول عسى السلام يعني مؤسس هذه النظم إلى الخلافات الأموية العباسية إلى الأندلس أيضا الحضارة الإسلامية النظم استقرت تماما من خلال بداياتها في عهد الرسول وفي عهد الخلافة الرشدة نجد أن عمر بن خطاب يستفيد من الفرس في إقامة الدووين وفيما بعد أو الوزارة فيما بعد في عهد عبد الملك بن مروان وهو واحد من أهم الخلافة العموين سوف يتم تعريب الدووين ويتم تعريب العملة وهذه نقطة مهمة بحكم أن عناصر هوية سلاسة الدين واللغة والتاريخ فمع الوقت استمرت هذه النظم واكتسبت تطورا من خلال الاحتياجات التي احتاجها المسلمون وترسخت بشكل كبير حتى أن المسلمين عندما قاموا بفتوحاتهم استمرت هذه النظم موجودة وأنا قلت أن حتى الصليبين قلنا تنشر عندما قدموا إلى المنطقة استمرت النظم الإسلامية موجودة ووظيفة المحتسب استمرت موجودة مما دل لأنها كانت كافية لأداء دورها بحيث لم تحتاج إلى نظم أخرى بما أنك ذكرت العمارة الإسلامية دكتور حديثنا عن المدن الفنون وكيف كانت في الحضارة الإسلامية وكيف وصلوا إلى قمة الازدهار فيها تفتخر المدن الإسلامية بأن لأول مرة رسول مرسل من الله سبحانه وتعالى يكون هو المهندس الأول في الإسلام فقد تمكن محمد عليه الصلاة والسلام من تحويل يسرب من مجرد واحة صغيرة إلى مدينة فعلية حقيقية وعناصر المدينة في الإسلام المسجد الجامع السوق دار الإمارة مساكن السكان وعلى نفس الخطة التي قام بها الحبيب استمر بناء ألف مدينة إسلامية بين أسيا وأفريكا وأوروبا وكانت المدن الإسلامية مدن تدل على التعايش بين كافة الأجناس والأعراق والأقوام والفاتحون المسلمون منهم قضى عسكرين أقاموا مدنا وكانت المدينة الإسلامية مدينة تشع فيها الحضارة ومدن عمران بشكل كبير للغاية وانبهر بها الرحال الأوروبيون من المسيحين واليهود الذين قدموا إلى هذه المدن فانبهروا بالحضارة العظيمة بينجا من أفتوديل عندما دخل بغداد قال قاعدة ملك العباسيين القاهرة عندما أتى إليها ابن خلدون في العصر ملك قال أم الدنيا أم العالم فلا أوفر في الصناع ولا أوفر الحضارة من مصر فأقام المسلمون ألف مدينة إسلامية طيب دكتور في النهاية حدثنا بشكل موجز عن ملامح الفنون الإسلامية كالعمارة والزخرفة والموسيقى والمدينة الإسلامية الواقع أن الإسلام دين الجمال والله جميل يحب الجمال وفي تقديري أن الجمال مدخل للإيمان وأي إنسان يستمع إلى القرآن الكريم يقول الله ليس إعجابا بالمقرئ وإنما إعجابا بالنظم الإلهي الذي ليس بكلام بشر وأنت بنفسك عندما ترى مسجدا بناه المسلمون بتوازن عجيب يؤدي غرضه الأصلي ويؤدي متعة كاملة للبصر ويعني مسجد السليمانية في إسطنبول من الخارج لونه رمادي أو أقرب إلى اللون الأسود لكن من الداخل تجد ألوانا مبهرة بتوازن بصري رائع فكأن الفكرة إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ومنصولكم لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فتجد أن الاختلاف في مقدار الإنبهار بهذه العمارة الرائعة التي بهرت العالم وحصل العديد من البحثين الغربيين في دراسات عن المساجد كيف أنها ليست مجرد بناء وإنما أماكن عبادة رائعة والقباب التي كانت تؤدي إلى إدخال الضوء بشكل متوازن والمآزن التي أجبه بأياد مرتفع إلى السماء فبالفعل طيب أنت شخصيا دكتور هل تعتبر أن الأندلس هي رمز من رموز الفن الإسلامي وما زال بصراحة الأندلس دون أن نقع في أسر قطر على حسابها التنوع يعني عندما تذهب إلى مصر وتشرفنا بالزيارة والشارع المعيز وتجد العمار المساجد التي تعود إلى أسرة قلوون مسجد ناصر محمد تحفى معمارية رائعة ولا يوجد مسجد مثل الآخر فهناك التنوع ومن أسباب هذا أن الفنان المسلم كان ينظر أن لابورز وورشب أو باللاتينية لابوريري استئريري اللي عمل عبادة فكان يتقن عمله بنوع من التصوف الذاتي وكان يدرك أن الجمال مدخل للإيمان فهذه نقطة مهمة للغاية فبالفعل هناك عمائر إسلامية لا تزال إلى الآن تبهر الباحثين الغربيين في مدى دقتها ونقوشها الرائعة وقصر الحمراء في غرناطة ومسجد الجامع في قرطبة تتعجب والنفورات إلى الآن من أسباب أن أسبانيا من أكبر دول العالم في السياحة طبيعة الخلابة والآثار الإسلامية التي لا تزال تنبط بالتاريخ وتبين أن هناك من كان من عناصر المتحضرة التي تركت أصر يرحل البشر وتبكى أصرهم شهيدة عليهم تنطق بل تصرخ بالتاريخ شكرا لك دكتور والحقيقة حديثك أثار فينا عبق للتاريخ وشيق جدا شكرا جزيلا أشكر حضرتك شكرا لكم متابعين الأكارم نلقاكم في حلقة أخرى كيف كانت حركة الترجمة في التراث القديم الترجمة كانت مشروعا علميا رائعا بدأ في عاد الأمويين وكبداية بسيطة من خلال جهود خالد ميازيد لكن في عاد العباسين صارت مشروعا قوميا للدولة لابد لنا دكتور من الحديث عن علوم الفلك والرياضيات بداية من القدماء المصريين وبلاد الرافدين والأغريق الواقع أن المسلمين بحثوا في كل العلوم فوصلوا إلى الله سبحانه وتعالى وبحثوا في السماء فأدركوا أن هذا الكون بالغ الاتساع أما فيما يتعلق به الرياضيات فقد استفاد المسلمون من ترجمة التراث الهندي وطوروه لكي تستفيد منه أوروبا بعد ذلك اشتركوا في القناة